فروق قرآنية الفرق بين العمى والعمى العمى بالألف المقصورة هو خلل وظيفي يصيب العين فيحول دون رؤيتها للأشياء فتتعطل جراء ذلك حسة البصر ويسمى المصاب به أعمى ومن ذلك ما جاء في القرآن الكريم من وصف عبد الله بن أم مكتوم بالأعمى كما في قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى حيث ولد رضي الله عنه فاقد البصر أما العمى بالهاء فهو خلل يصيب البصيرة وهي العقل فيؤدي إلى انطماسها وعدم قدرتها على إدراك الأشياء والأمور على حقيقتها وعدم معرفة النتائج الناجمة عنها وقد استعمل القرآن الكريم لفظ العمى في بيان تخبط المشركين وانغماسهم في الضلال فقال سبحانه وتعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون وقال سبحانه ويذرهم في طغيانهم يعمهون وقد يستعمل العمى لعمى البصر وعمى البصيرة كما في قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا أي ومن كان في هذه الحياة الدنيا في عمى بصيرة فسيكون يوم القيامة أعمى البصر ومن ذلك قول الكافر رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فروق قرآنية